السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة المستر نرد نحل معكم كتاب جيم لسنة تانية سنوي الوحدة التالتة من صفحة 159 لصفحة 164 انتظرونا نبدأ بصفحة 159 رقم 1 سيويد العشاب البحرية عند أظهر نقطة وحاجة تانية أخرى خاصة بواسطة الناس بيبول هو ليف اللي بيعيشوا بالقرب من المحيط يبقى ايه اللي بيتاكل أعشاب وإيه تاني؟ أعشاب وتحالب يبقى الجي دي حشرات طبعا البقين سهلين رقم 2 تيكتز التذاكر فو ذا نيو موفي للفيلم الجديد تكون ايه نقطة من شباك التذاكر لمعظم السينمات يبقى التذاكر تكون ايه؟ تكون متاحة دي معناها سهل القراءة ودي مقبول ودي محتمل السؤال التالت حصول على الوظيفة عشان عندك مؤهلات جيدة يبقى عندك ايه؟ عندك فرصة جيدة يبقى chance ايه دي رحلة رقم 4 the police came to هنا معناها ان البوليس وصل الى ماشي؟ to the نقط that the criminal المجرم was not telling the truth المجرم ما بيقولش لإيه؟ الحقيقة يبقى البوليس وصل لإيه؟ وصل لاستنتاج حتبقى الإجابة conclusion دينية ودي خبرة رقم 5 there is real يوجد ايه؟ حقيقي وبعدين نقط that the economy اللي هو الاقتصاد is improving in Egypt يتتحسن في مصر يبقى يوجد ايه حقيقي؟ يوجد دليل حقيقي evidence دي معناها خيال ودي فان وديت ايه؟ علوم او علم رقم 6 the shop assistant اللي هو البائع في المحل told me that long skirts ان قال لها ايه يعني؟ ان الجبات الطويلة are still in ما زالت ايه؟ this winter هذا الشتاء يبقى ما زالت على الموضة يبقى in fashion دي موجة ودي فيضان ودي اتجاه رقم 7 the morning started out cold يعني الصباح ايه؟ بدأ ايه؟ برد بطئة نقط up gradual ولكن ايه؟ تدريجيا طبعا ايه؟ الحرارة ايه؟ ازدادت الحرارة هتبقى ايه؟ heated up التعبير بنحفظه ايه؟ دي معناها ايه؟ descendant يعني نزلت ودي ايه اسرعت او سرعت ايه رقم 8 the banana canal اللي هي ايه؟ اللي هي قناة banana provide the wafer او ايه؟ عملت ايه؟ يعني نقط between the Atlantic and Pacific Ocean ما بين المحيطات الاطلنطي والايه؟ والهادي عملت ايه بقى؟ عملت رابطة ايه بقى link رابط يعني دي طريقة رقم 9 the tie رابطة العنق يعني الجرفات تايعني my friend were اللي ايه صديقي يرتديها at the interview اللي بسها فين في المقابلة والsimبل كانت بسيطة يعني شكلها كده ايه بسيط but very ولكن كانت ايه بقى؟ كانت يعني هو مختارها بعناية testful يعني ضم ذاك في الاختيار لكن test ديت ضم ذاك جيد بس للايه؟ للاطعمة دي بقى معناها لا طعم له رقم 10 the note of our research حاجة خاصة بالبحث بتاعنا this month الشهر ده will be the new space stations ايه بقى؟ عن محطات الفضاء الجديدة يبقى حيكون ايه بقى؟ موضوع البحث تبقى topic ايه الاخيرة دي معناها close يعني ايه؟ يعني جملة طيب وهنا object اللي هي ايه؟ هدف ودي سبب رقم 11 at the end of the news program يعني في نهاية البرنامج الاخباري they often هم غالبا give you بيعطوك ايه؟ نقط of the main stories يعني الاخبار اللي قالوها بيعطوك طبعا ايه؟ في النهاية summary ملخص دي معناها وثيقة ودي بحث ودي نظرية رقم 12 although he practiced hard برغم ان هو ايه؟ اتمرن بجدية he couldn't لم يستطع وبعدين نقطة ذريس السباق but he came forth بس يطلع الرابع يبقى ما قدرش ايه؟ يفوز بالسباق يفوز بالسباق يبقى وين دي يهزم ودي يكسب مال ودي ايه؟ يحصل على ايه؟ حاجة مع ايه؟ معنوية معرفة معلومات يكتسب يعني ايه؟ رقم 13 santis العلماء are trying to بيحاولوا انهم يعملوا ايه؟ what the amazon will look like يعني الامازون ده ايه؟ هيكون ايه شكله ايه؟ يعني في خلال عشرين سنة يبقى عايزين ايه؟ يتنبقهم predict دي يمنع ودي يحمي ودي يزيل رقم 14 I have always wanted to live in the countryside كنت دايما عايز عايش فين؟ في الريف to enjoy عشان استمتع بإيه بقى the not air بالهواء طبعا في الريف fresh air دي واضح ما فياش حاج دي معناه كئيب ودي جددة رقم 15 not is the process of growing plants عملية زرع النباتات in water في المياه or sand او الرمال rather than in soil وليس في ايه؟ في تربة زراعية طبعا ايه؟ هي تبقى ايه؟ hydroponics اللي هي الزراع الايه؟ المائية الصفحة اللي بعدها صفحة مية وستين ايه؟ رقم 16 children's television programs البرامج التلفزيونية بتاعت الاطفال are a مدقات خاصة ايه؟ او تهدف الى at a او an وبعدين نوع group يعني فئة عمرية ايه؟ فئة عمرية محددة هتبقى specific طبعا ايه؟ يعني انت بتهتم بالاطفال بس دي خاص ودي ايه عام؟ رقم 17 the doctor tried to stop يعني الطبيب حاول يمنع او يوقف the note of blood للدم from the wound من الجرح that was bleeding اللي كان بينزف يبقى حاول يوقف ايه بقى؟ انسياب الدماء في لوو دي معناها هطول امطار وديات عاصفة رقم 18 in my وبعدين نقط new ways of farming طرق جديدة للايه؟ للزراعة are very important for us مهمة بالنسبة لنا يبقى في ايه؟ تعبيري احنا حافظينه في الوحدة in my view في رأيي دي معناها اللي هو مشهد ودي ايه؟ منظر طبيعي ايه رقم 18 I really find some science books انا حقيقة اجد بعض الكتب الايه العلمية very تكون بالنسبة ل ايه بقى؟ very boring مملة اخترنا بورنج ليه بقى؟ عشان انا بوصف الكتب هنا يعني ديت ايه؟ لما الصفقة غير ايه نجي بتصف الاشياء الصفقة اخيرة ايه دي بتصف الانسان دي مضجر وديت ايه؟ ملل اه والاولانية دي معناها تجويف او حفرة رقم 20 the film is based الفيلم ده ايه؟ وبعدين نوع a true story قصة حقيقية لجند امريكا هايز يقولي يعني ان الفيلم ده قائم على يعني معتمد على تاخد حرف الجر اون قصة حقيقية لجند امريكي during the second world door اسناء الحرب العالمية التانية رقم 21 the bank guard يعني الحارس بتاع البانك was punished اتعاقب for neglecting his duty على انه اهمل في ايه اداء واجباته اللي همنا كده كلمة neglect يهمل بقول لي انتنم اللي والمضاد بتاعها يهمل يعني عكسها يكون بي او يتحكم تبقى control دي معنى يوظف ودي يطرد والاولانية معنى expect يتوقع رقم 22 you must rewrite this sentence يجب انك ايه تعيد كتابة هزي الجملة as it doesn't لان هي بالنسبة لي نقطة innocence to me يعني ليست ذات ايه معنى ما بتديش معنى doesn't make innocence ده تعبير معانا اسمه ايه make sense دي يعني يعطي معنى رقم 23 يعني انا طلبت من اصدقائي to give me يعطوني their opinions رأيهم وبعدين نقطة my new watch ساعة الجديدة يعطوني رأيهم عن ساعة الجديدة تبقى ليه حرف الجر اباوت ايه رقم 24 dreams الاحلام can sometimes يعني احيانا تبدو ان هي a seem very real تكون واقعية طيب اللي همنا هنا كلمة real حقيقي او واقع دي مشابهة similar في المعنى الكلمة ايه هنا طبعا factual واقعي دي خيالي خيال قصصي ودي خيالي برضك ايه رقم 25 the woman the woman the woman gave an accurate اعطت ايه دقيق وبعد النقط of the man للراجل who stole her bag اللي ايه سرق شمتتها يبقى اعطت ايه وصف دقيق description يعني وصف اما ديت ايه وصفي صفة ايه رقم 26 هنا من اول 26 وعشرين للاخر هنختار ايه 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 اجابتين لانه مديني ايه خمس اختيارات طيب هنا news papers الجرائد predicted تنبأت that the president ان الرئيس would be reelected سوف يعد ايه انتخابه المهم المرادفات synonyms يعني كلمات تسوي نفس المعنى كلمة predict يتنبأ forecast تنبأ وكمان anticipate بيه تتوقع وتنبأ دي يطور او ينمي وده يتحكم وتجاهل الاخراء دي يتجاهل رقم 27 the sports group يعني يبقى المجموعة الرياضية will discuss سوف تناقش number of important كثير من الايه عديد من الايه المهم نقطة about new sports الرياضات الجديدة في الايه في الاجتماع بتاعها يبقى حينقشوا ايه عديد من المواضيع الايه الهمة مواضيع هنا يبقى topics موضوعات وكمان subjects موضوعات دي معناها بنور وده يت ايه اسباب رقم 28 the police thinks البوليس يعتقد they may have found ربما يكونوا وجدهم some بعض وبعدين نوع evidence دليل that links يربط ما بينه وبين ايه the murder الايه الجريمة المهم هنا الدليل ده new جديد او ايه حديث دي معناها تدريجي وده يت اغماء او ضعف وده يت معناها ايه بعيد رقم 29 I noticed ده نلاحظ he was rather quiet كان ايه هادئ الى حد ما اثناء الايه العشاء اللي يهمنا the anthonyms المضاد الكلمة ايه notice يلاحظ يبقى عكسها overlook يتغاضع عن او يتجاهل واجنور بردك ايه يتجاهل دي معناها يحضر وده يت معناها ايه ملاحظة او ايه يدون رقم 30 رقم 30 اذا نقط of the meeting في الاجتماع هتبقى ايه في ختم الاجتماع اذا conclusion او في نهاية end تمام اللي حصل of the two groups في نهاية الاجتماع او في ختمة اجتماع بتاع الايه الطرفين او الجانبين اللي حصل little progress has been made تم تحقيق ايه قليل من الايه التقدم صفحة 163 رقم واحد اي انا وبعدين نقطة تمور وغدا يعني انا سوف اغادر غدا اي اف جوت ماي بلين تيكت انا معي تسكرت الطيارة فعشان كده في الحالة دي هاختار مدارع مستمر يعبر عن المستقبل مع الاشياء التي تم الترتيب لها ان هو ايه مع تسكرت الطيارة خلاص ومرتب للايه للسفر يعني والمغادرة رقم اتنين my elder son says ابني الاكبر says بيقول he not a doctor يعني هو ايه ينوى ان يكون ايه طبيب this is his ambition ده هزا طموحه مع الطموحات والامال بنستخدم المستقبل باستخدام ايه going to احتبال اجابة is going to be رقم ثلاثة تمورو غدا دي تدلع المستقبل مافيش واحدة هنا تدلع المستقبل الا الاولانية will be غدا سوف يكون ايه a cold sunny day يوم مشمس ايه بارد according to the weather forecast وفقا للنشر الايه الجوية اربعة i want to buy a new villa يعني انا اريد ان ايه اشتري villa جديدة so i نقط save a lot of money لذلك ايه بقى يعني انا مخطط بقى او قرار من عندنا ايه ان انا ايه اوفر ايه فلوس كتير فالاجابة هنا طبعا هتبقى باستخدام ايه بقى هتبقى باستخدام am going to خطة او نية ايه او قرارها خمسة i can't meet you tonight ماقدرش قبلك اللادي as i لان انا ايه نقط for the exam للامتحان يبقى هنا ايه معنى كده اللي هو تم الترتيب لايه ان يقعد يذكر للايه للامتحان يرجع له هتبقى دي اجابة ايه مضارع مستمر يعبر عن المستقبل مع شيء تم الترتيب له الاجابة i am revising رقم ستة they have got the tickets هم معهم خلاص كده بقى لايه التذاكر صح they نقط to london برضك ايه شيء تم الترتيب له يبقى مضارع برضك ايه مستمر هتبقى الايجابة are flying انهم حيطيروا الى ايه london مضارع مستمر مستقبل مع شيء تم الترتيب ايه لها رقم سبعة the basketball team فريق البسكت وبعدين نقط two games ايه مبارتين next week الاسبوع الجاي حيلعبوا مبارتين الاسبوع الجاي برضك شيء تم الترتيب لها صح مع المستقبل يبقى هنستخدمه مضارع برضك ايه مستمر are playing رقم تمانية the program البرنامج وبعدين نقط at seven o'clock الساعة سبعة this evening هذا المساء ها ده بقى ايه ديت موعيد سبتة يعني البرنامج بيبدأ الساعة سبعة هذا المساء فبنعبر عنه باستخدام ايه المضارع البسيط هنا هتبقى starts يقبل عن المستقبل مع الموعيد السبتة والجداول كطارات موعد ماتشات كده يعني موعد طائرات رقم تسعة برامج this flat هذه الشقة is very hot يعني حر قوي so ونقط افلات لذلك نوين ان احنا ايه ما ناخدش شقة that is far from the beach ما ناخدش شقة بعيدة عن الشاطئ next time المرة ايه المرة القادمة اذا يبقى دي بردك ايه كرارات ونوايا هتبقى لاجابة ايه aren't going to rent خلاص كرارنا ما ناخدش بقى المرة الجاية ايه شقة زيديت ايه تبقى بردك المستقبل باستخدام ايه ايه يعبر عن مستقبل في حالة الموعيد السابتة هتبقى ايه يعني الحصة الاخيرة هتنتهي الساعة اثنين ايه هذا الايه المساء يعني بعض الظهر يعني رقم 11 ايه نفس الكلام this the train الكطار to cairo is on platform number four الكطار القاهرة ده على رصيف رقم اربعة and it وبعدين نقط in 30 minutes في خلال 30 دقيقة هه سوف يغادر بس باستخدام طبعا المضارع الايه البسيط هتبقى leaves يعبر عن المستقبل في حالة الموعيد الايه السابتة هوا معاد قطر مع الطيارة ايه رقم 12 when ايواه دي في حاجة جديدة when هي نقط next week الاسبوع القادم he will give me some money هتدي لبعض الايه المال فهنا ركز معايا when ديت ايه من الروابط الزمانية جي في الجملة التانية مستقبل بسيط فحيجي هنا ايه مضارع ومع هي نختاره اللي فيها اس هتبقى he comes هي بقى مع الرابط الزمانية زوين وافتر وكده والجملة الاولى بعد رابط الزمانية تبقى مضارع بسيط والجملة التانية هتبقى ايه مستقبل ايه رقم 13 وي وبعدين نوعة family party on saturday يوم الايه السابت would you like to come ايه ايه اذا ده ايه ده عمل ترتيبات هنا صح كده هنختاره برضك ايه مضارع مستمر يعبر عن ايه الاشياء تم الترتيب ليه هتبقى الاجابة are having عندنا حفلة السابت الجاي تحب تيجي مرتب الله يعني رقم 14 our manager المدير بتاعنا وبعدين نقض دينار العشاء with the minister مع الايه مع الوزير ايه الخميس الجاي as appointed زي ما تحدد الايه المعدة برضك شيء تم الترتيب ليه يبقى نستخدمه ايه هه جميل مضارع مستمر عبر عن مستقبل تم الترتيب ليه هتبقى الاجابة is having رقم 15 the boys will watch the new film هتفرجوا على الفيلم الجديد after بعد the not their pocket money بعد ما يحصلوا على الايه على مصرفهم هنا هنركز مع بعض برضك after عامل رابط الزمنية وجيه هنا مستقبل ازن حيجي هنا ايه مضارع هتبقى ايه مضارع بسيط جت رقم 16 ايه بيسأل بي فبيقوله نقط the dentist الى طبيب الاسنان يعني انت حتروح لطبيب الاسنان this after noon يعني بعد الظهر فبيقال له yes why لماذا فقال له can you make an appointment for me ممكن تحجزلي معاد معايا يعني المهم يبقى هنا ايه ازن حنختار هنا مستقبل مستمر وحنقول لي هتبقى الاجابة will be going هنا عشان ايه بقى للسؤال بادب عن ترتيبات الاشخاص بيسألو هتقدر تحجزلي لنرى ما ازا كانوا استطيعون اعمل شيء لنا ولا لا عشان كده اخترنا المستقبل المستمر رقم 17 she's flying to Italy next week يعني هي مسافرة ايطاليا بتاعتها ورحل التهران بتاعتها وبعدين نقطة off at 7m تقلع ازن دي موعيد سابتة هنختار ايه بقى هنختار المضارع البسيط ويعبر عن المستقبل في حالة الموعيد السابتة والجداول للإيه السابتة زي ما قلنا قبل كده الصفحة اللي بعدها صفحة 164 رقم 18 I think I know اعتقد one day يوم ما every new book كل كتاب جديد وبعدين نقطة as an e-book سوف ينشر يعني كايه ككتاب الكتروني هنا مع I think بنستخدم ايه ول زي دي المصدر بس بس هنختار will be published عشان تبقى مبدل ايه المجهول سوف ينشر عشان هنا المفحول في الاول اللي هو ايه book in رقم 18 don't worry لا تقلك ايه مشور انا متأكد you وبعدين نقطة them again soon انت ايه هتشوفهم ايه قريبا ان شاء الله طيب هنا مع ايه مشور بنستخدم ايه طبعا برضك will زي دي المصدر هتبقى ايه will see رقم 20 she وبعدين نقطة to Spain next spring الرابعة القادم هي مسافر اسبانيا الرابعة القادم مع next هنا يبقى ايزا ديت ايه مستقبل فدي تعبر عن المستقبل باستخدام ايه المضارع المستمر is traveling طيب دي مضارع بسيط بس دي بتستخدم مع ايه تعبر عن المستقبل في المواعيد والجداول اللي احنا قلناها يبقى دي اللي ايه اللي تنفع رقم 21 my wife's parents يعني ايه والدين زوجتي وبعدين نقطة for dinner tomorrow يعني جايين ايه على عشاء ايه غدا so we are preparing متجهز لهم something special شيء ما ايه خاص بيهم يعني ازا هنا ايه يبقى الشيء تم ايه الترتيب له يبقى حنختاره بردك مضارع مستمر عبر عن المستقبل مع الاشياء تم ايه الترتيب لها are coming اللي بعده رقم 22 رقم 22 يعني اربطة الحزاء are done مفكوكة بتاعك انت خاصة بيه over and hurt yourself انت سوف ايه ده انت خلاص كده هتقع وتقع وتقع وتقذي نفسك ازا ده تنبق بدليل هنستخدمه ايه are going to fall لان اربطة الحزاء بتاعه ايه مفكوكة فايه هيتكابل فيها يعني 23 half an hour from now يعني بعد نص الساعة من دلوقتي the cinema will be full السينما سوف تكون ايه ممتلئة عن اخرها يعني every one not the film يبقى الناس كلها هتكون ايه بقى كل واحد تكون مشغول بمشاهدة الفيلم يبقى شيء هيكون مستمر في المستقبل will be watching رقم 24 look out احترس او احذر a car وبعدين نقط towards you سيارة جاية تجاهك في الوقت الحالة دي تبقى ازا دي مستمر هنا هتبقى is coming عربية جاية رقم 25 they predicted هم تنبقهم that the price of petrol سعر البنزين هيزيد يعني but they were wrong ولكنهم كانوا مقطئين نركز مع بعض هنا predicted دي ماضي تمام يبقى هنجب في الجملة دي لازم نجيب would زائد المصدر would increase 26 choose the best to correct answers اختار ايه افضل ايجابتين صحيحتين طيب هتبقى الايجابة الاولانية هتبقى b والتانية هتبقى d وهنقول ايه يعني انا ايه خلاص مرتب كده ان انا هقابل ايه اصدقائي على العشاء بعد العمل ايه غدا يبقى دي اشياء تم الترتيب لها نستخدم ايه مضارع مستمر عبر عن المستقبل في الحالة دي والتانية i will be meeting my friends انا سوف ايه اكون بقابل مين اصدقائي برضك for dinner at 7 pm tomorrow فدي ايه حدث حيكون مستمر في المستقبل في وقت محدد محدد ايه الساعة سبعة فاستخدمنا هنا ايه المستقبل المستمر will be meeting رقم سبعة عشرين برضك هنختار ايجابتين فبيقول لي هنا just a minute please وقل له ايه من فضلك ايه لحظة ماشي او دقيقة i'll be with you as soon as بمجرد ان انا هكون معك بمجرد ايه بقى اي نقطة this ان انا اعمل ايه حاجة في ايده يعني شيء بي ايه بيكون بيه تمام مع as soon as دي من الرابط الزمنية بيجي هنا مستقبل فحيجي هنا ايه مدارع هنختارهم do وبردك نختارهم مدارع تام have done يبقى الاتنين دول بس اللي ينفعوا في الحالة دي رقم 28 هنختار برضك ايجابتين ايه بيكلم بي فبيقول له هنا let's meet at 11 o'clock tomorrow يعني ايه هي بيكترح علينا تقابله ايه السا 11 ايه غدا فبي تقسف له وقال له sorry اعتذر له i nقط my post at this time يعني هكون بقابل ايه المدير بتاعي في العمل يعني هذا في هذا الوقت يبقى هنا هنختار لها ايه هيكون مستقبل مستمر will be meeting وممكن كمان ايه will be meeting دي الاجابة تبقى بي يعني او مدارع مستمر يعبر عن المستقبل برضك لها ايه i am meeting برضك علشان ايه اشياء تم الترتيب لها يبقى الاجابة بي و اي طيب رقم 29 برضك بيقول لي هنا جملتين هنا صحيحة من ناحية الجرامر القواعد ازاي ايه بيكلم بي يعني هل انت عملت خطط للليلة يعني ايه خطتك الليلة طبعا مع الخطط كنا بنستخدم ايه برافو حنختارهم am going to صح am going to visit هنا رد و قال yes i am going to visit my sister after work حزور اختي بعد العمل we need to discuss محتاجين نناقش بعض ايه الامور العائلية طيب وايه كمان تنفع برضك ايام فيزيتنج هتبقى ليجابة برضك مدارع تمر يا عبد على المستقبل تمر ترتيب ايه له مرتب للشيء ده ايه نقابل اخته يعني شنقشو الامور العائلية رقم تلاتين برضك بقول لي جملتين صحيح من ناحية الايه الجرامر الكواعد في الايه في الاختيارات دي هتبقى بي و سي بي و سي نفس الفكرة this time tomorrow has الوقت غدا I will be watching the new film هكون بتفرج على الفيلم الجديد الشيء سوف يحدث فين في المستقبل في وقت محدد اه الوقت ده غدا نجي استخدم هنا مستقبل مستمر will be watching طيب والتانية برضك عمل ترتيبات زي الافكار اللي جات قبل جدا ايام watching the new film as the cinema tomorrow مرتب بال ايه ان هو ايه هيتفرج على الفيلم ايه ايه غدا فاستخدم مدارع ايه مستمر اللي عبر عن مستقبل عن اشياء تم الترتيب ايه لها وكده بانتهى الفيديو بتاعنا النهاردة وانتظرونا في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته